خطوة مهمة أخرى في مسيرة بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين حققتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 بعد أن وضعت في مدينة غدامس آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقع في جينيف اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على تشكيل لجنة فرعية تابعة للجنة 5 زائد 5 تكون مهمتها الإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس خلال ثلاثة أشهر مستثنية الطلبات بانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل البلاد ومن المهام الأخرى للجنة العسكرية الفرعية التي أكد عليها اتفاق غدامس استمرار تبادل الأسرى إلى حين إتمام الملف وتحرير كامل المعتقلين لدى الطرفين كذلك اتفقت لجنة 5 زائد 5 على أن يكون مقرها الدائم في مدينة سيرت حيث ستعقد اجتماعها القادمة خلال الشهر الجاري أما اللجنة الأمنية المشتركة فسيكون لها مقران في سيرت وفي مدينة هون مركز محافظة الجفرة وستتولى تأمين مقرات السيادة مثل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة والبرلماني والبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ومن النقاط التقنية المعنية مباشرة بحياة المواطن الليبي تقرر تشكيل فرق هندسية لإزالة الألغام حيث ما زالت الألغام التي زرعتها ميليشيات حفتر ومرتزقة فاغنر في الأحياء الجنوبية لترابلوس تحصد حياة المزيد من الأرواح وبالنسبة للمطارات فقررت اللجنة العمل الفوري على تشغيل رحلات دورية إلى مطاري سبها وغدامس وتمهد تفاهمات غدامس وقبلها اتفاق جنيف الطريقة أمام اتفاق سياسي محتمل في مؤتمر تونس والذي من شأنه إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عنه وتحديد أسماء من سيتولون المناصب السيادية السبعة